بعد بطولة الأمم الأفريقية ونهايتها انتقال الهجم على طول ناعة الشمال عادل للسلام الجميل وحاولات الرمضان ينتظر على طول علي معلول هلاب العرضية العرضية جوه جوه للهدف الأولاني صناعة صاحب المجهود الكبير علي معلول حلال الحلول وعلى طول اتعاملت حلوة حلوة سنوئية من الجبهة الشمال وبنظر للخلف على طول عمر السلية عمر السلية لصالح مرة تانية يلعب بينها جميلة والانطلاق على طول عزارو عملها حلوة 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 على طول بحثة الهدفين الهدف التاني على طول في الديئة 36 من زمن وحداث الشوت الأول يتقدم على طول عزارو بتمريرة سحرية من الفنان على طول صالح جمعة هذه على طول أزارو وتمالي بأسبانيا اللي الكل بيشكر فيه حتى الآن هذه انطلاق على طول مرة تانية للنادي الآلي لمزيد من الهدف العرضية ولا هدف التالت ولكن بيجي عن طريق الظاهير الآيمن أعطاك الده جوردان هذه على طول رقم اتنين جوردان بهدف التقدم التالت على طول في الأخبطة ولكن التبرير السحرية من حسين الشحات قوية جدا ويفاجأ بها في الديئة 37 على طول بديتين هدفين هدف لها زارو دين الشحات لأحمد فاتحي يلعب بينيها لحدود مطلة الجزاء لها زارو مرة تانية لسه لها يغير التجال لعب على طول رمضان يوسع لنفسه رمضان حلوة 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 ودي الهدف الرابع على طول رمضاني هدي هدف جميل يوسع لنفسه على طول رمضان صبحي وبيحطه على شمال حرس المرمى جول محرزا الهدف الرابع في الديئة 40 من زمن وحداث الشوت الأول على طول رمضان صبحي ورمضان من لمسة واحدة على طول أحمد فاتحي لرمضان مرة تانية كل دي لمسات من لمسة واحدة بتحير المسافس اللي قدامك وبتهمده ودر على طول الفنان صالح جمعة والبينية الجميلة ومرة تانية حلوة حلوة الترئيسة هي هدف على طول أزارو بيتقلق ومرة يمين ومرة شمال هي الترئيسة هي هدف مش محتاجة كلام في الديئة يعني 42 من زمن وحداث الشوت الأولاني على طول يستغل الفرصة أزارو وبيظهر إمكانياته على طول وترئيسة مرة يمين ومرة شمال لكيفن وأساوة ويحرز هدف جميل لأزارو هو الهدف التاني ليه والهدف الخامس للنادي الآلي لأحمد الشيخ أحمد ودي على طول التمرين جوه جول على طول صلاح محسن هذه صلاح محسن فيه هجمة في منطقة الخطورة من زاوية صعبة جدا تقدر تحكم عليها أو ما تحكمش عليها ولكن في الآخر بالخبرة على طول هدف التقدم على طول لصلاح محسن بالهدف السادس للنادي الآلي في مرمى سوكر سمارت هذه في ديئة ستين أو واحد وستين من زمن واحدة سأشوت كاس أمام أفريقيا بعد خروج بقى مصر والمغرب ومالي وأوغندا والكاميرون حاملة اللقب والكنق والهجمة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أحمد الشيخ في ديئة 67 يضيف الهدف السابع للنادي الآلي أحمد الشيخ مرافو أحمد عمل وتقدم النادي الآلي بسبعة دافة مقابل للشيخ حتى الآن قد الانتلاك على طول أحمد الشيخ أحمد الشيخ وانفراد ولكن بترجع مرة تانية على طول محمد هاني وهجم للنادي الآلي ودى العرضية مرة تانية حلوة 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 الناصر ماهر بيخطفها بمهارة عالية ولكن روك أوفر اتعاملت حلوة الكرة العرضية من محمد هاني على طول يخطفها ناصر ماهر هذا في التقدم الثامن لناصر ماهر ناصر ماهر في ديئة 81 من زمن وحداس الشوت الثاني ليتقدم النادي الآلي بثمن أهداف مقابل الآن لم ينتهي حينتهي بعد كأس الأمم أفريقيا بمباريات وخاصة المباريات الآلي هي مباريات المؤولين ثم الزمالك وهدى الانطلاق مرة تانية على طول أحمد الشيخ وأحمد الشيخ وأحمد جوه الجول لسه بقول لحضراتكم أحمد الشيخ بيبحث عن الهدف التاني وبيرسل الهدية للعبين والزملاء وبيتلقى التحية على طول من ناصر ماهر بهدف تاني على طول أحمد الشيخ ليتقدم النادي الآلي بتسع أهداف ففي مرمى بيبحث عن الهدف التاني على الآلي شكرا لحضراتكم أحمد الشيخ ليشتركوا في القناة